طالبات وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والاعلان والديكور اهلا بكم في حلقة جديدة من مادة تكنولوجيا العمليات للصف الاول احنا في مادتنا دي عارفين زي ما احنا تكلمنا قبل كده ان مادة العمليات او تكنولوجيا العمليات هي ضلع من اضلع مسلس المسلس ده اسمه مسلس التكنولوجيا اللي هو تكنولوجيا الخامات تكنولوجيا المعدات تكنولوجيا العمليات اتكلمنا عنهم قبل كده قلنا ان تكنولوجيا الخامات دي بندرس فيها إيه هي الخامات اللي أنا باستخدمها في الدهانات أنواع الخامات إيه طرق استخلاصها مكوناتها تركبها بنعرف كل حاجة خاصة بخامات الدهانات طيب في مادة العمليات أنا بادرس المعدات والأدوات والماكينات اللي أنا باستخدمها في الدهانات المختلفة حسب نوع السطح كل دهان ليه معدات مختلفة عن الدهان الآخر كل سطح ليه معدات مختلفة وأدوات مختلفة غير الدهان الآخر طيب في مادة تكنولوجيا العمليات بندرس طرق تطبيق الدهانات بنعمل الدهانات ازاي خطوة تطبيق الدهان الطرق اللي احنا بننفذ بيها او اساليب التطبيق الدهانات ازاي احنا اخذنا من بداية السنة اخذنا ايه هي اغراض الطلاق وعرفنا اغراض الطلاق لها كذا غرض وقائي غرض تجميلي غرض علاجي عرفنا ايه هي اساليب تطبيق الدهانات احنا عندنا اساليب كتير لتطبيق الدهانات منها بالفرشة منها بالرولة منها رش الالكتروستاتيكي رش على الساخن في رش بالترسيب الكهربي طرق كثيرة او اساليب كثيرة لتطبيق الدهانات اخدنا ايه هي انواع الاسطح احنا عندنا اسطح متعددة في سطح جداري في سطح خشبي في سطح معدني دي انواع الاسطح احنا عندنا برضو انواع دهانات مختلفة اتكلمنا فيها عن انواع دهانات زي مثلا في دهانات المائية هنتكلم النهاردة ملخص موجز عن الدهانات المائية وهنكمل باقي الدهانات المائية بتاعتنا احنا الدهانات المائية عندنا في دهان الجير في دهان الغراء ودولة قولنا دهانين دولة سواء جير او غراء الدهانات دي دهانات يعني نادرا ما بتستخدم حالين هي قديمة في استخدامتها كانت اسعارها تقريبا رخيصة جدا بس دلوقتي ما بنستخدمهاش كتير لان لها عيوب كتيرا طيب رغم انها صحية طيب فيه دهانات تاني من الدهانات المائية فيه دهانات البلاستيك برضو هنتكلم بتلخيص عنها في دهان البلاستيك فيه عندنا البلاستيك انواع تلاتة من دهاناته او من انواعه فيه النوع البلاستيك اللامع فيه النصف اللامع فيه البلاستيك المط او المطفي فيه عندنا برضو دهانات حديثة متطورة في الدهانات المائية زي دهان الكوارتز فيه دهان الجرافيتو فيه دهان الجرانيوليت وفيه عندنا طرق تطبيق اطلاقات اخرى بالاستنسل ونتكلمنا هنتكلم عن الاستنسل ايه طريقة الخطوات الاستنسل وكده هنشوف مع بعض ملخص سريع عن دهانات الغراء مثلا او الدهانات المائية في الغراء والبلاستيك والجير نشوف مع بعضينا الدهانات المائية عندنا دهانات الجير ودهانات الغراء ودهانات البلاستيكية دهانات الجير عندنا والغراء معروفة ان الوانها كتيرة متعددة بس بتبقى مطفية مط فبتبقى ألوانها مش لامعة قوي ففي دهانات البلاستيك دي متطورة عنها وأحدث منها دهانات البلاستيكية بتبقى لامعة متعددة ألوانها بتثبت على الأسطح سهلة الغسيل متقبلة للعوامل الجوية دي مميزات دهانات البلاستيكية طيب فيه ايه تاني عندنا؟ فيه عندنا تطبيقات زخرفية على الجدران عن طريق الاستنسل الاستنسل ده عبارة عن أن أنا بجيب الطبقة أو الورق بتاعتي بتبقى ورق مقوى أو بلاستيك بنزل عليه التصميم بطبع عليه التصميم بتاعي سواء بورق كربون أو بطبعه بأي طريقة من طرق الطباعة أو بالتصوير أبتدي أفرغه زي ما أنا شايف كده القطر ماسك العامل أو الفنان اللي بينفذ ماسك القطر بيفرغ التصميم بيفرغ الأجزاء اللي عايز ينزلها على السطح بيفرغها ويبتدي يلزق الورقة أو التصميم بعد التفريغ يلزقه على السطح وبعدها يبتدي يشد اللون بنشد اللون إزاي بيبقى عن طريق دي أشكال أوراق الاستنسل ممكن بتكون جهزة وممكن تكون أجبها أعنفذها أنا طيب بنفذ إزاي باستخدام المدأ المدأ فيه أنواع من المدأات عندي المدأ ده عبارة عن فرشة بس بتبقى زي الألم كده الشعر بتاعها بيبقى كتير وبالشكل اللي احنا شايفينه أو فيه منها المدأ الاسفنج بيبقى ليه أشكال كده أو الشكل الاسفنج السادة اللي هو مفهوش أي رسومات طيب بيعمل إزاي بعد ما بيثبت الرسمة سواء على السطح ده رأسي أو أفقي يبتدي ياخد اللون من البلتة ويبتدي يدق على السطح مع ترك أسار الدق يعني أنا مش بمحي أسار الدق بسيبها موجودة بتعملي تأثيرات لونية جميلة ممكن أختار كذا لون مش لازم لون واحد مع الحرس وأنا بشتغل بالمدأ إن أنا ما ينجيش اللون بتاعي من جزء إلى جزء آخر يعني ممكن أستخدم فرشة ممكن أستخدم المدأ ممكن أستخدم رولة اسفنجية مع الحرس إن أنا الألوان ما تدخلش على بعضها لو أنا مش عايز أعمل تداخل في الألوان طيب بينفز السطح لو فيه السطح رأسي بيلزق التصميم زي ما احنا شايفين بيتم لاز التصميم بالسلوتب أو بأي لازق بعد كده بس لازق يكون سهل إن أنا أزيله بلون سواء بالرولة أو بالمدأ زي ما قلنا أو بقطعة اسفنجية بعد ما بخلص التلوين وبنتهي من التلوين ما بشيلش الاستكر على طول أو التصميم على طول لا بسيبه لحد اللون ما يجف نوعا ما وأبتدي أشيل التصميم بتاعي أفقيا يعني مش بشيله على طول كده بطريقة بلازم ليه طريقة معينة في الشيل في النزع عشان ما يقصرش على اللون اللي أنا نزلته على السطح عندي وده مثلا شكل للسطح النهائي بعد تنفيذ الدق بالاستنسل أو ده شكل سطح نهائي برضو بعد التنفيذ بالاستنسل ممكن تكرار الشغل أو التصميم ده ممكن تكراره إن أنا ممكن أعمل تكرار أفقي أو تكرار عرضي أو التكرار بطريقة عشوائية على حسب التصميم اللي عندي أنا التصميم عندي فيه سيمترية أو فيه تماثل بنفزه بشوف التصميم هيتنفز أفقيا أو رأسيا هنفزه بطريقة مائلة هنفز بطريقة عشوائية هنشوف طريقة التنفيذ حسب التصميم اللي ببقى أنا حطه طيب بعد كده دهنات المائية ليها مميزات إحنا ليه بنعمل دهنات مائية ليها مميزاتها مميزات الدهنات المائية إن هي سهلة في دهنها وسريعة الجفاف يبقى الدهنات المائية عندنا سهولة دهنها سريعة الجفاف ودهنتها مختلفة النعومة وبتمتاز الأنواع الحديثة منها بالمرونة والسبات وتحمل الغسيل اللي احنا قلنا الأنواع الحديثة اللي هي زي البلاستيك دهنات البلاستيك لكن دهن الجير ودهن الغرة ما بيستحملش الغسيل ما بيتمش غسيله طيب عيوب الدهنات المائية عدم القدرة على مقاومة الرطوبة والمياه ومعظمها غير لامعة زي دهنات الغرة ودهنات الجير دي دهناتها غير لامعة طرق تطبيق الدهنات المائية أول حاجة دهنات الجير دهان الجير ده من الدهنات المائية الرخيصة واستعماله بيبقى قليل جدا طب ليه أنا باستعمله قليل جدا لأن دهان الجير عندي بيبقى بيأثر على الإدين بيأثر على أجزاء الجسم والجلد اللي بيتعرض له الجير إحنا عارفين إن الجير دي مادة أحارقة فالجير الحي ده بيبقى بيأثر على الإدين طب أنا بعمل إيه عشان أخلي الجير ما يأثرش على الإدين في طريق التجهيز دهان الجير هنشوف خطوات التنفيذ خطوات التنفيذ أنا عندي الجير عبارة عن قطع صغيرة من الجير بتبقى أحجامها صغيرة أنا بجيب أحجام الجير دوت وأبتدي أحطه فيه برميل بملى نص البرميل مية ما برملاش البرميل كله بالمية بملى لحد نصه وابتدي أحط قطعة الجير قطعة قطعة طيب إيه نوع الجير اللي بستخدمه بستخدم نوع الجير اسمه الجير السلطاني ما بستخدمش أي نوع الجير الجير السلطاني بيتم وضعه في البرميل البرميل بيبقى مليان لحد نصه بالمية وابتدي أحط الجير قطعة قطعة طب ليه أنا ما بحطش الجير مرة واحدة أو ليه بحط قطعة قطعة وليه بملى نص مية بس ما بملاش المية لآخرها ما بملهاش لآخرها في البرميل عشان لما حط الجير كده كده المية هترتفع لأعلى طب بحط قطعة قطعة ليه يعني لما بحط الجير في مية بتنتفخ القطعة الحبيبات الجير بتنتفخ وممكن بيحدث انفجار طب ليه بيحدث انفجار لان الجير ده مادة حرقة مادة حية اسمه الجير الحي الجير الحي دوت بيحصل ليه سخونة بيتمدد بينتفخ فممكن يحصل انفجار فإحنا كده بنحط قطع قطعه ولحد ما نشوف البرميل نملى لحد ثلاث تربعه بس ما بملاش البرميل لحد اخره لا بملال لحد ثلاث تربعه يبقى نص البرميل مية وبحط الجير لحد ثلاث تربعه بيبتدي ينتفخ الجير بيزيد حجمه بعد نسيبه لمدة يومين في المية بيبتدي الجير ينزل في القاع بيبصل لان هو يبقى اسمه جير مطفي فكده انا ايه طفيت المادة الملتهبة في الجير بس برضه الجير بيأثر على الجلد لان هو كمادة كده بتأثر على الجلد طيب بيبتدي يرترسب في القاع اعمل ايه انا بعد كده في الخطوات تجهيز الجير اني بجيب منخل وابتدي الاول بحرك الجير بعصايا او بخلاط بحركه عصايا يدوية او خلاط قطعة خشب يدوية احرك في الجير لحد ما ايه يمتزج تماما وبعد كده ابتدي ايه اصفي بالمنخل انخله لحد ما ايه اوصل درجة اني انا صفيته خالص من المية كده انا جهزت الجير يبقى انا عندي دهان الجير اول حاجة فيه في مكوناته الجير تمام طيب اسمه دهان يبقى لازم معه ايه معه ملونات اكاسيد بعمل ايه انا بعد كده اجهز الاكاسيد نبتدى دوب الاكاسيد في مياه ونضفها على دهان الجير عشان ندهن بيها طيب انا بضيف للدهان الجير مادة كولوريد السوديوم او الشبه طب ليه بضيف مادة كولوريد السوديوم او الشبه مش بضيف لاثنان بناسبة 01 ل30 او بضيف الشبه بناسبة 01 ل40 ليه بضيفها عشان سبات الجير على الجدران يبقى كلوريد الصوديوم اللي هو ملح طعام او الشبه بنسبهم زي ما قلنا كلوريد الصوديوم واحد لتلاتين الشبه واحد لاربعين يده يده ما بضيفش الاثنين بضيف يا كلوريد صوديوم يا شبه بضيفهم ليه فايدة كلوريد الصوديوم او الشبه اللي بضيفها دهنات الجير بتعمل سبات الجير على الجدران بعد ما بخلص وبزود الاضافات بتاعتي ابتدي ادهن الجير نشوف خطوات الديهان مع بعض نشوف الخطوات والرسم هنا هنا ده شكل البرميل البرميل هنا عندي مليان لحد نصه مية حاطت الجير لحد 3 اربع البرميل عشان ده جير حي بيحصله انتفاخ بيحصله تمدد ممكن ينفجر يبقى كده ايه بنملأ لل 3 اربع بيتم التقليب الجيد بنقلب لحد ما شايفين بقي شكلها زي العجينه ازاي بقطعة خشب مناسبة وبعد كده بنبتدي نصفي في المنخل زي ما احنا شايفين ادي شكل المنخل او اي شكل تاني مش شرط الشكل دوت اللي هو عباره عن سلك ناعم بنصفي في السلك الناعم بينزلني اي حاجة في مية او حاجة ويتبقى لي الجير اللي انا عايزه بنضيف اللون اللي هو مدوبينه في مية بكمية مناسبة وبنلاحظ ان الالوان بتفتح بعد الجفاف يبقى الوان الجير معروفة ان هي بعد الجفاف اللونها بيفتح ما بتبقاش بنفس الدرجة اللي انا حطتها طب انا لو عايز لون غامق شوية بعمل ايه بزود لون للجير عشان خاطر يطلع للون غامق قوي لما يجب في اللون نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها بنضيف ملح الطعام اللي هو كولوريد السوديوم بنسبة واحد لتلاتين او الشبه بنسبة واحد لاربعين علشان بيعمل على تثبيت الجير على الحوائض طيب في حالة الدهان على الواجهات لما بدهن جير على الواجهات بضيف كمية بسيطة من زيت بزرة الكتان المغلي طب فايدة زيت بزرة الكتان المغلي لزيادة قابلية التشغيل لسهولة الدهان عندي وبعد كده اخر حاجة عندنا ان بيعتبر الجير من الدهانات الصحية للمباني داخليا وخارجيا هو صحيه بس في نفس الوقت هو مش بنستخدمه كتير طب طريقة الدهان ايه انا بدهن الزيت بدهن الجير عندي بفرشة او برولا او بالفرشة او بالرش بمكينة يدوية طيب الدهان عندي بيكون ازاي الدهان عندي بيكون رأسي الواجه الاول هو الدهان عندي وجهين الواجه الاول بيبقى رأسي والوجه التاني بيبقى افقي ده في حالة الفرشة انا بدهن الوجه الاول رأسيا والوجه التاني بيبقى افقيا على الوجه الاول طب انا بدهن على طول لا بستنى لما الوجه الاول يجف وبعد كده ادهن الوجه التاني طيب ده في حالة الفرشة في حالة الرش بندهن الوجه الاول يتم رش الوجه الاول وبعد الجفاف بنرش الوجه التاني عمودي على الوجه الاول ده بالنسبة لديهان الجير يبقى احنا كده عرفنا ديهان الجير وخطوات ديهان الجير طيب بالنسبة لديهان الغراء ديهان الغراء هو يعني قليل التمن والتكلفة بتاعته بس هو اغلى شوية من ديهان الجير بيتفوق على ديهان الجير في ايه في انه بيدي السطح ناعم الالوان بتاعته بتكون احسن واوضح من ديهان الجير عشان انفس ديهان الغراء لازم اكون مجهز السطح جيدا ومنظفه وبزيل اي دهانات قديمة من الدهانات الموجودة قبل ما ابدأ في دهان الغراء خطوات التنفيذ احنا عندنا دهان الغراء بيتكون من اربع مكونات بيتكون من سبداج وغراء ومية واكسيد ملونة يبقى انا عندي اربع مكونات لدهان الغراء بعمل ايه عشان ابتدي انفذ الدهان اول حاجة بجهز الدهان بجهز الدهان نفسه ازاي انا عندي اربع مكونات اللي قلنا عليها يبقى اول حاجة السبداج نجهز السبداج هنجهز السبداج ازاي نعرفها مع بعض خطوة خطوة نجهز السبداج ان احنا بنتحن السبداج ونبتدي بعد طحن السبداج نعمله بمنخل عشان نوصل لحبيبات نعيمة جدا وصلنا للحبيبات النعيمة ننقعها في المية لمدة يومين بعد يومين نبتدي نصفيها بالمنخل او بالمصفة السلك كده انا ايه جهزت السبداج استخدمت ايه استخدمت سبداج ومية استخدمت مكونين من الاربع مكونات اللي هما ايه نعيدها تاني مع بعض اللي هما سبداج وغيرة ومية وكاسيد ملونة جهزنا السبداج نبتدي نجهز الغيرة بتجهز الغيرة ازاي ان احنا بندوب الغيرة في المية وبنتركها شوية لحد ما بيتم ازابتها بعد كده بنرفعها على النار ونضف لها بعد او قليل من الماء تدريجيا من الماء الساخن طيب بنضف لها الماء الساخن عشان تبتدي تسيح معايا وهي على النار وتوصل لقوام بلاستيكي يبقى كده انا استخدمت ايه سبداج مع مية وغيرة مع مية يبقى استخدمت ثلاث مكونات جهزت السبداج وجهزت الغيرة نجهز ايه اللي فاضل فاضل الاكاسيد الملونة بنجيب الاكاسيد الملونة حسب اللون اللي انا محتاجه انا محتاج لون ايه ابتدي اتحط الاكاسيد الملونة ادوبها في مية اضيف عليها قليل من السبداج لحد ما وصل للون اللي انا عايزه طيب انا الالوان بتاعتي بعد الجفاف بتفتح يعني بعد ما بدهن واللون بيجف بتفتح طيب انا اعمل ايه لو انا محتاج اللون فاتح ازود سبداك لو انا محتاج اللون غامق ازود لون فهمنا يبقى احنا في الوان الغرة محتاج ازود محتاج اخلي درجة اللون بتاعتي فتحة يعني احمر فاتح مثلا هزود على اللون الاحمر هزود في السبداك شوية مش احنا قلنا بندوب الكاسيد الملونة مع الميا مع السبداك عايزين لون فاتح نزود السبداك شوية خلي كمية السبداك اكتر لو احنا محتاجين اللون غامق هنزود في نسبة اللون او الاكاسيد الملونة طيب انا كده جهست سبداج وجهست الغراء وجهست الاكاسيد هبتدي اضيف السبداج والغراء بالتدريج على بعض لحد ماوصل للقوام اللي انا عايزه واضيف عليه اللون اللي انا جهسته كده بادهان الغراء عندي جاهز طيب بدهن ازاي نفس الخطوات اللي احنا عملناها في دهان الجير بدهنها في دهان الغراء بعمل ايه؟ بندهن وجهين الوجه الاول بيبقى رأسي وبعد الجفاف ادهن الوجه التاني اللي هو بيبقى افقي يبقى زي ما عملنا في دهان الجير بندهن نفس الخطوات في دهان الغراء نشوف الخطوات مع بعض هنا تجهيز بوية الغراء بيتكون الدهان من غراء مية اكاسيد ملونة يبقى احنا عرفنا وسبداج يبقى احنا عرفنا الاربع مكونات بتاعتنا بتاعت دهان الغراء اول حاجة بنجهز السبداج ده شكل السبداج اللي هو كربونات الكالسيوم بنحنا بنتحنها وننخلها وبعد كده نخليها في المياه لمدة تتروح ما بين يوم ليومين ونقلبها جيدا ونصفيها بالمنخل طيب بعد كده بنجهز الغراء الغراء بتبقى بنسبت بنحط له المياه بنسبت واحد لتلاتة بنستنى لحد ما يتشرب وبعد كده نحطه على نار هادية بنضف له المياه السخنة لحد ما يوصل لقوام البلاستيك زي ما احنا شايفين القوام بتاعه عامل زي قوام البلاستيك مش سائل اوي ولا لازج اوي بعد كده بنجهز تالت حاجة عندنا اللي هي الاكاسيد الملونة بننقعها في المياه ونخلطها بالسبداج وبعد كده نعمل فواتير الالوان ايه هي فواتير الالوان؟ فواتير الالوان عندي اللي هي بحدد منها اللون المطلوب مع ملاحظة ايه اللي انا قلته من شوية ان الجفاف بيجعل اللون افتح درجة لو انا محتاج اللون فاتح بضيف مزيد من السبداج ولو عايز اللون غامق بزود لون ده شكل فواتير اللون ان انا بدرج اللون وبحط درجات الالوان اللي انا عايزها وايه انواع الالوان اللي انا عايزها وابتدي احدد اللون نشوف احنا عايزين لون ايه وبقى عارف النسب اللي انا حطتها في كل لون وابتدي اجهز اللون حسب الطلب المطلوب مني بيتم اضافة الغرة لسه بداج المنقوع بالتدريج وبعد كده نقلبهم وبعد كده نضيف لهم المياه الدافية ونضيف اللون الغرة اللي مستخدم في هذا النوع اسمه الغراء الحيواني الغراء الحيواني ده متوفر على شكل ايه الواح او صفايح سيلة او غرة حمص ده شكل الغرة الحمص اللي هو بيبقى شكل الحمصاية كده ده بنجيبه بندوبه بالطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها او شرائح بالشكل دوت برضو بتتدوب بالطريقة اللي احنا قلناها ننقعها في المياه وبعد كده نرفعها لنار هادئ هادئة ونضيف لها المياه السخنة او الصفايح السيلة طب طريقة الديهان الغراء بيتم تنظيف الجدران جيدا بالماء والصابون يعني ليه بنضيف مياه وصابون او ليه بننظف مياه وصابون ده اسمه تجليخ او مياه وغرة نسبة المياه والصابون ده بنسبة واحد لاربعين واحد صابون لاربعين مية او بالمياه والغرة اللي هي بنسبة واحد لخمسين واحد غرة لخمسين مية دوت بيعمل على ايه عملية التجليخ ايه عملية التجليخ عملية التجليخ اللي هي بتسهل عملية الديهان لبغلق مسام الحوائط يبقى أنا لما بعمل عملية التجليخ بغلق مسام الحوائط ما بيبقاش عندي في مسام في الحوائط فبتسهل عملية الديهان وبتخلي السطح ناعم وأملس وبتاخد كمية دهان أقل يتم دهان السطح وجهين دبوية الغرة بالفرشة أو المرشة يتم دهان الوجه الأول رأسي والتاني أفقي للحصول على سطح متجانس في مظهره النهائي بس أنا بادهن الرأسي وبعد الجفاف أدهن الأفقي ما يبقاش والسطح لسه ما جفش وروح دهن الوجه التاني ده شكل مرشة الديهان عبارة عن كومبريسور هوى والجزء اللي هو فيه اللون وبعد كده ده الخرطوم اللي بيمشي فيه اللون ويطلع من مسدس الرش يرش اللي على السطح ده بنفس به دهانات بتاعتي مرشة الديهان طيب مزايا دهان الغراء إيه؟ مزاياها نقاء اللون بسرعة الجفاف ألوانها غير لامعة يبقى احنا عرفنا إن مزايا دهان الغراء نقاء اللون وسرعة جفافها وألوانها غير لامعة طيب إيه عيوب دهان الغراء؟ عيوبها عدم احتمال اللمس والأجواء الراطبة ولا يمكن غسلها يبقى عندنا دهانات الغراء ودهان الجير لا يمكن غسلها طيب هناخد بعد كده دهانات البلاستيك على الأخشاب تأسيس زيتي يعني إيه تأسيس زيتي؟ يعني أنا أعمل البطانة بتاعتي زيت وبعد كده دهان آخر وجه ليه معجون في بلاستيك تأسيس بلاستيك وفي بلاستيك تأسيس زيتي البلاستيك تأسيس بلاستيك بتبقى البطانة بلاستيك ووجه الدهان بلاستيك بلاستيك تأسيس زيتي بتبقى البطانة زيت والوجه الأخير أو وجه الدهان الأخير بيبقى بلاستيك طيب أنا بدهن دلوقتي على الأخشاب أول حاجة هعملها هجهز الخشاب خدنا تجهيز الأخشاب في أعداد الأسطح في الحلقات اللي قبل كده طيب احنا بنجهز الاخشاب ازاي اول حاجة في الاخشاب سواء الاخشاب دي جديدة او قديمة لو الاخشاب دي جديدة لها تجهزها ولو الاخشاب جديدة برضو لها تجهزها طيب الاخشاب الجديدة اول حاجة تس امبك رؤوس المسامير يعني تسبك رؤوس المسامير تكلمنا فيها قبل كده ان انا بدق على راس المصمار بحط الازميل على راس المصمار ودق عليه بحيث انزل المصمار لاسفل سطح الخشب مش اسفل قوي بس بيبقى مساوي لسطح الخشب او اسفل قليلا ويتم ملء الفراغ بالمعجون اللي هو اسم طلقية المعجون يبقى اول حاجة تسبك رؤوس المسامير تاني حاجة تكوى العقد طب يعني ايه او تعالج العقد يعني ايه تعالج العقد احنا كلنا عارفين شكل العقد اللي في الخشب اللي هي بتبقى حاجة كده ايه غمقى وليها شكل دوراني كده شوية طيب العقد دي بعالجها ازاي بيتم معالجة العقد باما اول حاجة كوي العقد بعصير التوم يبقى اما اكوي العقد بعصير التوم او بمحلول الجملكة طب انا ليه بعالج العقد ليه ما بسبش العقد كده واشتغل عليها عادي معها ساعات بتدي مظهر جمالي بيبقى شكلها حالو لا هي العقد دي فيها عيب ان هي بتفرز مادة روتنجية المادة روتنجية دي بتبقى مادة سائلة بتطرد الدهان اللي عليها يبقى لازم قبل مدهن اعالج العقد بعالج العقد ازاي بان انا اما اكويها بعصير التوم او بمحلول الجملكة طب انا مش هعمل لعصير التوم ولا هعمل محلول جملكة ممكن اعمل خطوة تالتة وهي ازالة العقدة تماما ممكن اشيل العقدة خالص طب انا بعد ما شيل العقدة سيب الخشب بتاعي مفرق لا مش بسيب الخشب مش بسيب الخشب مفرق طب انا بعمل ايه بجيب قطعة خشب بنفس سمارة الخشب اللي عندي بحجم العقدة اللي انا شلتها واحطها مكان الفراغ بتاع العقدة طيب انا بعد كده بحطها حط كده واسيبها لا بلزقها بالغراء بيتم لسقها بالغراء وتثبتها وابتدي بعد كده كده انا عالكت العقدة يا اما عملتها بمحلول التوم يا اما بالجمالكة او ازلتها خالص وحطيت مكانها قطعة خشب بنفس سمارة لون الخشب ولزقتها طب بعد ما بخلص اللي هو تجهيز السطح كده يبتدي نعمل صنفرة للسطح صنفرنا السطح والسطح بيناعم بندي وجه معجون على السطح بعد وجه المعجون بنترك وجه المعجون لحد ما يجاف نترك السطح يجاف وبعد كده اروح مصنفر السطح تاني وجه السنفرة فايدته ان هو بنعم السطح عندي طيب بصنفر بأي نوع صنفرة ولا بأي حجم صنفرة لا مش أي حجم ولا أي نوع بنا يخد الصنفرة النعمة الصنفرة النعمة اللي هي عشان ما تأثرش على شكل المعجون بتاعي طيب الصنفرة عندي أحجام على حسب النوع الديهان بتاعي أو المعجون بتاعي باختار الصنفرة ومقاس حبيبات الصنفرة سواء خشنة أو نعمة بعد ما بصنفر السطح من المعجون ابتدي ايه ادهن دهان البلاستيك الخاص بيا ادي وجه البطانة البطانة اللي هي بطانة زيتية بندين هي ما هو بلاستيك تأسيس زيتي يبقى البطانة بتكون بطانة زيتية والوجه بيكون وجه بلاستيك اللي هو وجه الطلاق الاخير نشوف مع بعض الخطوات في اعداد السطح بتسمبك رؤوس المسامير وتقوى العقد ثم صنفرت السطح وازالة الزوايد تاني حاجة بندي المعجون بمعجن السطح بمعجون جاهز او معجون اندويل وجهان متعامدان بيصنفر جيدا السطح بعد التأكد من جفاف كل وجه يبقى ما بصنفرش على طول لازم السطح يجف وبعد كده اصنفر ودي الوجه التاني ويجف وبعد كده اصنفر المعجون عندي تركيبه ايه؟ 6 من 10 سبداج زائد 1 من 10 زينك زائد 2 من 10 زيت زائد 1 من 10 غيره بندي وجهان متعامدين مع صنفرت كل وجه بعد جفاف الوجه يبقى بدي الوجه الاول واستنى لما يجف وصنفره ودي الوجه التاني واستنى لما يجف وصنفره طب انا عايز اجيب معجون جاهز انا مش هسنفر بالمعجون مش هكون انا معجون عندي واعمل بي معجنة السطح لا انا همعجن بمعجون جاهز بنجيب المعجون الجاهز عندي بنخففه بالمية بيكون 6 من 10 معجون و4 من 10 مية ممكن نسبه المية بتزيد او بتقل حسب المعجون بتاعي وقابليته للسنك بتاعه البطانه بتكون اللي هي الوجه الثاني بتكون بطانه زيتية مكوناتها 3 من 10 زيت مستوي بلاس 2 من 10 نفط بلاس 5 من 10 زينك ولون طيب انا اخر حاجه هنعملها وجه التشطيب وجه التشطيب اللي هو وجه البلاستيك بندهن السطح بوجه من البلاستيك مضاف اليه الماء احنا بنجيبه جاهز بنضيف له المية بيكون النسبة 6 من 10 من البلاستيك اللي انا شاريه جاهز بضيف له 4 من 10 مية برضو المية بتزيد او بتقل حسب نوع البلاستيك بنستخدم فرشة فيه الدهاني انا ممكن بدهن البلاستيك بالفرشة في عندي احنا قلنا بلاستيك لامع وبلاستيك نصف لامع وبلاستيك مط البلاستيك النصف لامع ده ده من الانواع الحديثة كان فيه بلاستيك اللامع والمط بس عملوا النصف لامع ده من احدث انواع بوية البلاستيك وارقة انواع الدهانات المائية مميزاته انه بيعطيه شكلا جيدا منافسا لبوية الكي متميز عنه في سهولة الدهان والتنظيف ليه باقي المميزات الخاصة بالدهانات البلاستيك اللي هو احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي احنا قلناها انه الوانه كتيرا متعددة وانه هو سهل التنظيف وانه هو بيتحمل الاجواء العوامل الجوية وفيه الوانه لامعة وكتيرا جدا طريق الديهان بوية البلاستيك اللامع النصف لامع زي نفس طريق الديهان النصف لامع انه هي بتختلف عن طريق الديهان البلاستيك العادي بان احنا بنعمل وجهين الوجه الاول والوجه التاني بيكون من البلاستيك العادي والوجهين الاخرين بيكونوا من النوع المتطور اللي هو النصف لامع النوع ده بيبقى مناسب جدا لدهان الوجهات نظرا لإيه تمتعه بمقاومة عالية للعوامل الجوية ومقاومته الشديدة للماء بجانب شكله الجمالي الرائع يبقى كده احنا خدنا الدهانات اللي هي دهانات المائية اللي هي مش هنقول المتطورة في منها دهانات قديمة في منها دهانات حديثة دهانات القديمة اللي هي زي دهان الجير دهان الغيرة الحديث منها شوية اللي هو دهان البلاستيك اللي هو منه اللامع والمط والمتطور منه اللي هو النصف لامع دي الدهانات المائية في دهانات مائية تاني متطورة الدهانات المائية المتطورة التانية في عندي دهان الكوارتز في عندي دهان الجرافيتو وفي عندي دهان الجرانيوليد دهان الكوارتز ده دهان سهل جدا ممكن ننفذه في البيت عادي ممكن اي حد مش محتاج لحد عنده خبرة في الديهان عشان يتعامل مع دهان الكوارتز بيعتمد على مادة الكوارتز في الديهان نشوف مكوناته عندي دهان الكوارتز وعندي دهان الجرافيتو ودهان الجرانيوليت دهان الكوارتز دي اشكاله بيديني شكل عامل زي الرخامي شوية ده شكل دهانات الكوارتز ودهان الجرافيتو بيبقى محبب بس بيبقى لتأثيرات سواء طولية او عرضية او مختلفة عشوائية او دوران او سطح ناعم على حسب نوع الرولة اللي بستخدمها او الفرشة اللي بستخدمها انا بستخدم لها الرولة مخرمة عشان ادي بيها التأثيرات بتاعتي او بستخدم رولة عادية يديني سط لامع فده اشكال دهانات الجرافيتو والوانها كتيرة ومتعددة وجميلة جدا ممكن اعمل منها تأثيرات كتيرة دهان الجرانيوليت بيبقى عامل زي حبيبات الرخام او هو فعلا مكون من حبيبات كسر الرخام او الرملة الملونة او حبيبات الخرز البلاستيك برضو بتكون حسب احجامها والوانها بتبقى كتيرة ومتعددة طيب الكورتز وطريق التنفيذه هناخد دهان الكورتز اول حاجة دهان الكورتز ده من الدهانات الحديثة العملية اللي بتتمتع بجمال المظهر والالوان المتعددة الحديثة والجميلة مع سهولة التنفيذ وسرعته يعني هو تنفيذه سهل جدا وسريع ما بيحتاجش لخبرات عالية انا مش لازم اكون خبير في الدهانات عشان ادهن دهان الكورتز يعني اي حد ممكن يدهن دهان الكورتز مميزاته امكانية دهانه على جميع انواع الاسطح ايه جميع انواع الاسطح انا ممكن ادهنه على اسطح خشبية اسطح معدنية اسطح جدارية يعني ممكن يدهن على جميع انواع الاسطح هذا الدهان يعطيه شكلا محببا حيث يتم دهانه على الاسطح برلة اسفنجية كما يمكن رشه بماكينات رش البويات او بالكمبرسور يعني انا بدهنه اما برلة اسفنجية او برشه بالمكانة الرش بالمرشوت او بالكمبرسور نشوف شكل الرلة ده شكل الرلة الاسفنجية فيه رلة النعمة فيه الرلة المخرمة اللي هي الاسفنج المخرم ده بتديني التأثيرات اللي انا عايزها حسب نوع الرلة فممكن دهانه بالرلة العادي وكلنا عارفين الرلة شكلها اللي هي عاملة زي الاسطوانة ومحطوط فيها اليد بتاعتها ده مسدس الرش اللي ممكن بحط الرش من فوق وابتدي ادوس على الزنان وبيبقى فيه دفع هوا عندي من هنا بيبقى فيه خرطوم الهوا وابتدي ارش بيديني ايه الرش وفيه مرش الدهان اللي شفناه من شوية في اول الحلقة طيب بنعمل ازاي الدهان يمكن فرد الكوارتز بسكينة معجون يعني سكينة معجون عادية بفرد الاول الدهان على الحائط ثم عمل النقاشات المطلوبة بواسطة رولة عادية او بالتمشيد يعني انا ممكن اجيب رولة عادية وبعد ما افرد المعجون بتاعي او الكوارتز بتاعي بفرده على الحائط بالرولة ابتدي اشد الرولة تديني النقاشة المطلوبة او بالتمشيد ابتدي ااخد نقاشة المطلوبة على الحائط بتاعي او على السطح اللي انا هدهن عليه يمكن التحكم في النقاشة وحجم الحباية بواسطة تخفيف الكوارتز بالمية انا لو خففت الكوارتز بالمية دوت هيديني سطح ناعم لو قللت المية شوية هيديني السطح خشن فعند الرغبة في الحصول على كوارتز ناعم زو حباية صغيرة بيتم تخفيف الكوارتز بالماء وهذا ايضا يتوقف على حالة السطح غير مستوي يفضل الحباية الكبيرة لتغطية ذلك لو السطح عندي سطح غير مستوي بحط مخلي الحباية كبيرة عشان تغطي اي عيوب في السطح لكن السطح لو مستوي وناعم وكويس ومتجهز كويس ممكن اخفف وخلي الكوارتز بتاعي حبيته صغيرة فيبقى السطح ناعم يمكن عمل اشكال جديدة وتربعات واشكال هندسية في السطح او الحوائط او الاسقف المطلوب دهنها بالكوارتز وذلك بتطبيق الرسم والنقاشات المطلوبة على الجزء المراد دهنه انا ممكن اعمل اشكال كتيرة يعني انا مش هخلي السطح بتاعي لون واحد لانا اعمله تربعات واشكال كتيرة هندسية سواء الاشكال دي هندسية اشكال عشوائية ممكن اعمل لها الاشكال اللي انا عايزها على السطح المرادة هنو بوسطة استخدام سولوتيب لازهار هذه التقسيمات أنا ببتدي أحط السلوتيب أنا عايز أعمل تربعات مربعات على السطح أو عايز أعمل أشكال سداسية عايز أعمل دورانات بحط السلوتيب على الشكل المطلوب بالطريقة المطلوبة وأبتدي أدهن السطح بعد ما بدهن السطح يبتدي أنتظر لحد جفاف السطح وبعد كده يتم نزع السلوتيب مع دهان مكانه بنفس اللون أو بلون متدرج مع اللون الكورتز نشوف الأشكال دي تربعات بألوان مختلفة أو ممكن تدرجات ألوان مش لازم أحط ألوان مختلفة ممكن أحط تدرجات ألوان وممكن أحط ألوان متوافقة مع بعضها متنسقة وعامل فراغات ما بينهم الفراغات دي سلوتيب بحطه وأبتدي أدي الدهانات بتاعتي اللي هي دهانات الكورتز بعد جفاف اللون ما بشيرش السلوتيب على طول بعد الانتهاء من التلوين لأ أو الدهان بعد الجفاف أبتدي أشيل السلوتيب بطريقة ما تخليش اللون يقع معايا وبعدها أبتدي أدهن الفراغات اللي أنا سايبها بين التربعات دي أدهنها بلون يتوافق مع الألوان اللي أنا حاطتها مع لون الكورتز طيب ممكن هنا أعملها إزاي برضو أشكال هندسية وسايب فراغات بينها وبعد كده أنا ممكن أكون دهن الحيطة كلها بلون واحد وعامل التربعات أو الأشكال الهندسية دي عليها قدتني الشكل الأدامي شكل جمالي كويس معمول متناسق ومنتظم ومتساوي مع بعضه والألوان متناسقة وكويسة مع بعضها طيب الخطوة اللي بعد كده بيتم الدهان أن هذا الدهان من الدهانات المائية يمكن دهنه على الأسطح المدهونة بقوية البلاستيك طيب أنا بدهنه على الأسطح اللي هي مدهونة بقوية البلاستيك وتم سحبها بمعجون بلاستيك طيب أنا لو هدهنه على سطح مدهون بقوية الزيت أو اللاكيل أنا مش هدهنه أنا السطح اللي عندي مدهون بلاستيك ما فيش مشكلة البلاستيك دهان مائي فممكن أدهن والكورتز دهان مائي فهو مدهون بديهان بلاستيك ومعمول لو معجون بلاستيك أدهن عادي عليه الكورتز ما فيش مشكلة طب لو مدهون السطح عندي مش ببلاستيك مدهون بديهان زيت وديهان لكيه او لكيه بعمل ايه بدهنه اول حاجة بحاول ازيل الديهان وبعد كده ادهن قدي وش معجون بلاستيك وطبقة بلاستيك مط وبعد كده اصنفر السطح وقدي دهان الكورتز بتاعي يبقى انا عادي ممكن ادهن على زيت مفيش مشكلة بس لازم قدي له طبقة بلاستيك مط الاول وبعدها ادي على طول بعد دهان البلاستيك المط ادي دهان الكورتز بيتم دهان البلاستيك او التي تم سحبها بمعجون بلاستيك وفي حالة الرغبة في دهان سطح مدهون ببوية الزيت او اللكيه بيتم عمل صنفرع جيدة وعمل وجهه لكيه مط كطبقة وسيطة ثم عمل طبقة معجون بلاستيك يلي ذلك فرد ودهان الكورتز بيوجد عدة انواع ايضا من الكورتز كما هو الحال في البلاستيك انا عندي في البلاستيك في بلاستيك لامع وبلاستيك نصف لامع وبلاستيك مطفي نفس الكلام عندي في الكورتز يوجد النوع المطفي العادي ويوجد النوع اللامع والنصف لامع يعني زي انواع البلاستيك في انواع الكورتز بنفس الكلام كما يوجد انواع اخرى من الكورتز من حيث النعومة والخشونة النعومة والخشونة بتتوقف على حجم حبيبات الكورتز احنا قلنا ان احنا لو حبيبات الكوارتز عايزينها نعمة بنزود في المية لو خشنة بنقلل المية فبتكون الحجم الحباية اكبر وهذا يتوقف ايضا على حجم الحبيبات الدخلة في التركيب هذا بخلاف ما ذكرناه اللي احنا تكلمنا عنه من انواع ان اشيات النعمة والخشنة اللي هي بتتوقف على التخفيف بالمية للحصول على درجة النعمة والخشونة يمكن استخدام الورنيش المائي اللي هو البوليش الاكريليك وذلك اللي دهان فوق الكوارتز العادي طب ليه بدهن الورنيش المائي دوت البوليش ليه بدهنه عشان يدي لمعان خفيف مع زيادة قابلية للغسيل والتنظيف عشان اقدر انضف السطح ويبقى سطح لامع بديله ويش ورنيش او ورنيش مائي اللي هو البوليش ممكن تنظيفه بالماء والصابون بواسطة قطعة اسفنجية او قطعة كماش قطنية بيضاء مش بنضفه باي حاجة لازم حاجة تكون نعمة عشان ما تأثر ليش على سطح الدهان بتاعي في عندي الكوارتز المطاطي الكوارتز المطاطي ده نوع من انواع الكوارتز ده بدهنه على الاسطح اللي هي فيها شروخ او عيوب بس غير انشائية يعني عيوب غير انشائية يعني مش حاجة خاصة بالاس باساس المبنى نفسه مثلا لو في شرخ في المبنى هيؤثر على اساس المبنى لا ده ما يفعش اغطيه بالكوارتز المطاطي لكن لو في شرخ جاي مثلا من المحورة حاجة قديمة من المحورة من المعجون اللي قبل كده ده حاجة غير انشائية فممكن اغطي السطح ده بالكوارتز المطاطي بيتميز بايه الكوارتز المطاطي انه هو بيدي فيلم او بيدي طبقة مطاطية على السطح بتاعي فما بتخلي الشكل ايه متغطي تماما مش باين اي خدوش ولا باين اي حاجة على السطح باستخدم الكوارتز المطاطي وباستخدمه اكتر في الوجهات او المباني الهمة اللي هي مثلا مثلا زي السفارات زي الوزارات باستخدم الكوارتز المطاطي بيديني الشكل اللي بيغطي لي اي عيوب وبيدي شكل جميل ومتناسق مع بعضه الكوارتز المطاطي مثل النوع السابق اللي هو الكوارتز العادي لكنه يتمتع بمرونة عالية بيكون فيلما او طبقة يعني على السطح فيمكن بذلك ان يغطي اي شروخ غير انشائية ناخد بالنا قوي من كلمة غير انشائية وغير خطرة لازم تكون الشروخ اللي عندي مش حاجة دخلة في الاساس تكون غير انشائية غير خطرة وغير مؤسرة على المبنى يكون ذلك في المنشآت المؤقتة التي بها شروخ او في الاماكن التي بها فواصل تمدد طيب بيستخدم ايضا هذا النوع كدهان للواجهات الهمة لكونه مقاوما للعوامل الجوية والامطار بستخدمه في الواجهات الهمة عشان بيقاوم العوامل الجوية وبيقاوم الامطار لا يختلف هذا النوع من حيث تشغيله او تلوينه عما ذكرى في الكوارتز العادي يعني انا في طريق التلوين او طريق تشغيله نفس خطوات الكوارتز العادي بالضبط بشتغل بالكوارتز المطاطي ان لو انا عندي السطح بلاستيك والمعجون بلاستيك بشتغل بي عادي لو عندي السطح زيت او لكي بدي صنفرة وبعد كده ادي وش معجون مط وبعد كده ادي وش الديهان الكوارتز طيب كده ده دهان الكوارتز بالنسبة لديهان الجرافيتو ده برضو من الدهانات المتطورة دهان الجرافيتو دهان الجرافيتو عندي بيعتبر من التكسيات الحديثة المتطورة التي تحل مشاكل كثيرة خاصة للأسطح المختلفة سواء الأسطح دي أسمنتية أو خرسانية أو خشبية أو اسبوستوس وكذلك الأسطح الخرسانية سابقة التجهيز يبقى أنا عندي كل أنواع الأسطح اللي عندي بس ممكن أستخدم لها الجرافيتو بيصلح مع كل أنواع الأسطح وبيحل أي مشاكل فيها المشاكل اللي هي زي شروخ زي أي مشاكل فيها ممكن خروم سقوب أي حاجة في الحوائط الحائط غير مستوي أي مشاكل في الحوائط عندي أو في السطح مش هنقول حوائط بس لأن احنا بنستخدموش على الجدران فقط ممكن تكون خشبية ممكن تكون خرسانية يعني أي أسطح عندي بستخدم عليها دهان الجرافيتو دي اشكال دهان الجرافيتو شايفين تأثيرات الجرافيتو فيها الناعم فيها الخشن فيها التأثيرات اللي بالطول فيها تأثيرات اللي هي عشوائية فيها الدوران فيها كل الالوان فيها بزاوية الوانها كتيرة متعددة الوانها جميلة جدا وشايفين ايه النقاشات بتاعتها طب النقاشات ديت بناء على ايه بناء على الرلة اللي بستخدمها والسكينة المعجون اللي انا بفرد بيها الديهان بتاعي على السطح حسب نوع الرلة حسب نوع النقاشة بتختلف مع اختلاف شكل الرلة بتاعتي او سكينة المعجون اللي انا بفرد بيها وزي ما احنا شايفين سمك الجرافيتو طبقة سميكة جدا بتبقى من واحد ونصر لتلاتة ملي فدي بتغطيلي اي عيوب عشان كده احنا قلنا بتغطي اي مشاكل او عيوب في السطح اللي انا بدهنه لان شايفين السمك بتاعها السمك بتاعها تخين فاي عيوب او اي مشاكل في السطح ممكن يغطي دهان الكوارتز يمكن فرد دهان الجرافيتو على المباني الطوب يعني انا ممكن افرده على الطوب على طول مش لازم اكون مديها معجون ومديها صنفرة ومديها محورة والكلام ده كله لا انا ممكن ادهن الجرافيتو على المباني الطوب مباشرة بشرط استواء السطح ان انا يكون عندي سطح الطوب دوت مستويه ما فيهوش اي اعوجاج بنملى العرميس اللي هي اللي بين الطوب اللي هي الفواصل اللي لما بحط قالب على قالب بيبقى فيه فواصل في النص الفواصل دي اللي في النص بنملىها باسمنت بمعجون بملأ الفواصل وعلى الطوب على طول ممكن ادهن دهان الجرافيتو بيساعدنا على كده ان انا ممكن ادهنه على الطوب على طول اللي بيساعد على كده سمك طبقة الديهان ان دهان الجرافيتو دوت دهان طبقته سميكة جدا فعشان كده ممكن يدهن على الطوب على طول ما بيديش اي حاجة يعني ما بيديش تأثيرات مختلفة ان انا دهنته زي الدهانات المائية الجير او البلاستيك او الغيرة اللي لازم ادي وش معجون ولازم ادي صنفرة ولازم مش عارفة وجهة اول وجهة تاني لا انا ممكن الجرافيتو ادهنه على طول مباشرة على الطوب بس يشترط استواء السطح وتكون العراميس مملوئة بيعالج الجرافيت وعيوب الاسطح ليه بقى قلناها من شوية حيث يتم فرده بسنك من 3 ميلي الى 9 ميلي السنك بتاعه من 3 ميلي الى 9 ميلي فبيغطي بذلك عيوب المحارة او الطوب يعني انا لو مش اشتغل على المحارة على طول ممكن اشتغل على الطوب لو ما فيش محارة ممكن اشتغل على الطوب او الخرصانة او الاسطح الاخرى كالاسطح الخشبية او الاسبستوس لو الاسطح الخشبية عندي برضو فيها عيوب او فيها اي حاجة ممكن ما ادهاش وش معجون واشتغل عليها بالجرافيتو على طول فممكن ما بيبانشي لان سمك الطبقة من 3 ميلي لتسعة ميلي فبتبقى ايه يعني ما يقارب السنتي فبتغطي اي عيوب او اي خدوش في السطح اللي انا بتهنه ده شكل العامل هو ماسك سكينة المعجون او سكينة الفرد وبيفرد الديهان الجرافيتو على السطح فبنلاقي السطح بيبقى خشن شوية بعد كده نبتدي بالرولة نمشي الرولة على السطح تدييني التأثيرات اللي انا عايزها بيشبه الجرافيتو الكوارتز ولكن يدخل في تركيبه حبيبات الكوارتز او الرمال النعيمة او كربونات الكالسيوم ده شكل الجرافيتو وده شكل الكوارتز فاحنا شايفين انه هما شبه بعض بس بيدخل في تركيبه حبيبات الكوارتز او الرمال النعيمة او كربونات الكالسيوم هذا الدهان بيعطي سطحا محببا ويتم فرده بسكينة معجون وبعد ما بنتدي سكينة المعجون بالتمشيط او الفرد مباشرة برولة اسفنجية مخرمة ده شكل الرولة الاسفنجية المخرمة وكده احنا اخذنا في الدهانات المائية عندنا اخذنا الدهانات القديمة اللي هي الجير والغيرة والبلاستيك اللي هو احدث من الجير والغيرة واخذنا المتطورة اخذنا الكوارتز واخذنا الجرافيتو ان شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل دهان الجرافيتو هناخد دهان الجرانيوليت وهناخد الدهانات الاستنسل اشوفكم على خير وتمناتي لكم بالنجاح ان شاء الله